السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصعد الله وقادكم عزيزي المشاهدين بكل خير وكما كان متوقع علن التيوتا إيقاف إنتاج الأفلون في الولايات المتحدة الأمريكية بحلول سنة 2022 هذا الخبر كان من المنتظر إعلانه منذ فترة طويلة يعني من سنة 2020 بسبب انخفاض مبيعات الأفلون في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كندا منذ طرح الجيل الجديد من الأفلون وكل ما لعدد المبيعات ينخفض بشكل ملحوظ يعني في السنة الأولى سنة 2019 باعت تيوتا من الأفلون في الولايات المتحدة الأمريكية 27,767 سيارة فقط تواصل هذا التراجع في المبيعات في السنة 2020 وباعت تيوتا من الأفلون في الولايات المتحدة الأمريكية 18,421 سيارة فقط تيوتا خسرت من مبيعات الأفلون ما يعادل 35% في عام واحد وفي أول ست أشهر من العام الحالي 2021 باعت تويوتا عدد 10,328 سيارة فقط تويوتا حاولت إنقاذ مبيعات الأفلون بشتى أنواع الطرق يعني طرحوا فئة TRD في أرياضية علشان يعني يشجع الشباب على شراء الأفلون وأيضا طرحوا نظام الدفع الرباعي All Wheel Drive على الأفلون في سوق الولايات المتحدة الأمريكية كل هذه المحاولات لم تجدي نفعا في إنعاش مبيعات الأفلون في سوق الولايات المتحدة الأمريكية من وجهة نظري هناك عدة أسباب دعت إلى انخفاض مبيعات الأفلون عندك ارتفاع سعر السيارة عندك أيضا انخفاض مستوى الجودة بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية يعني اللي يتصفح ويتابع المواقع الأمريكية المستهلك الأمريكي عنده ملاحظات جدا على الأفلون الحالي عندك انخفاض في مستوى العزم عندك مشاكل في القير عندك أيضا ملاحظات على مستوى عزل السيارة العزل الهوائي وعندك أيضا موضوع تعليق الشاشة تعليق اللمس في الشاشة هذه الملاحظات سمعناها كثير من المستهلكين الأمريكيين الوضع عندنا في السوق الخليجي بالعكس يعني ما شفنا شخص صور أو تكلم أو اشتكى من الأفلون الجديد لكن في أمريكا بصراحة يعني ما عرف إيش حاصل معاهم المشاكل اللي حاصل بين المستهلك الأمريكي وطرانز الأفلون الجديد عموما هو خلاص قراره تخذ إيقاف إنتاج الأفلون في مصنع كنتانكي في الولايات المتحدة الأمريكية تويوتا ستكتفي بتواجد الأفلون في السوق الصيني لأنهم هم طرحوا الأفلون للمرة الأولى في الصين في سنة 2019 وما شاء الله المبيعات جدا قوية باعوا من الأفلون في سنة 2020 111 ألف سيارة في السوق الصيني السؤال اللي يطرح نفسه ما هو البديل لطراز الأفلون في السوق الخليجي بعد إيقاف إنتاج أفلون في الولايات المتحدة الأمريكية تعرفون يعني وكلاء الخليجي يستوردون الأفلون من مصنع كنتانكي في أمريكا فما هو البديل هناك عدة احتمالات الاحتمال الأول أن وكلاء الخليج يستوردون الأفلون من الصين لأن الآن حاليا الأفلون عندها مبيعات قوية في الصين ولكن مع إلغاء مكينة الستسلندر لأن مكينة الستسلندر غير موجودة في السوق الصيني الاحتمال الثاني هناك أخبار متداولة أن تويوتا ترغب في إعادة إنتاج الكراون إلى الأسواق العالمية ولكن بشكل مختلف الأخبار تتحدث أن الكراون راح يكون بديل الأفلون في مصنع إنتاج كنتانكي في الولايات المتحدة الأمريكية الكراون الجديد راح يكون مجهز بنظام الدفع الأمامي وبشاصة مشترك مع تويوتا كامري الاحتمال الثالث والأخير أن تكتفي تويوتا ببيع اللكسس ES350 وأيضا ببيع الكامري في أسواق الخليج وعدم وضع بديل للتويوتا أفلون وداعا تويوتا أفلون وبذلك تنتهي حقبة هذا الطراز الذي استمر في أسواق أمريكا الشمالية منذ سنة 1994 حتى سنة 2022 وفي الختام أتمنى ناسبكم هذا التقرير ادعموا القناة بالاشتراك فيها لكل من يشاهد قناتي للمرة الأولى أعزائي المشاهدين لا تنسوني من اللايك اللايك حمسني للاستمرار وتحياتي لكم أعزائي المشاهدين أخوكم ياسر الفارسي ترجمة نانسي قنقر